ترجمة نانسي قنقر 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 يسبحون بلا فتور صارخين قائلين نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر مرسو مركز و ألوكا و باقيات التلميذ الذين تبعوا مخلصنا ماثيس هو الشوزان in place of Judas all of them and the rest fall of them رغت أصواتهم من وجه العرض كلها و باقلك المعهوم العطار المسكونة قبل أهما بشيسة ريك و أنا شويسنيات الأبوستولس نمبشف اسنافن معاثيتي سنتفكه ناضي مركز بأبوستولوس و بأف انجلستيس بمصري خاني إمكا أنت مولغ في النوت وأنك قلتنا من الظلم إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة التي نغل من السماع السرنة المنزل منتبارك وكيف تحب في روتين قجلة وك 부분이 حلقة مستعدات سرينكو بمرترو الشر بي فانجلستي شربي أبستوا لصافا مركز بيسوري موسيقى 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 سايا قنا بيطابا راسم مرتير في لوباتير ماركوي سنتفكان النوبي نانيقو طفهم بشوي سريا قل بنيوت ثواب البطريا رشي سبابا عباش نودي بعرش ربت سنتفكان النوبي نانيقو شابي انثاري سمسي قنا خني متشوسي تاري انخي توتن شاي سنرتين انتي في حتوكو سطيان بارثنو سنسي ماتيهم في تعريمات فنسو تيغن عغاسو سنبولي رقي فابو الهالو بسمن الانتكيريني شارينا عطي بارثنو سطيغر امي ينذيفني شاب شو شو تابا نصر اكبا معنى المانوذي تنتي هواي بان نمياتي بروساتي فتنوت عرم بن شوي فيسوس بخلسطوس سنتفكان النوبي نانيقو سنتمع مشتع بناونج سنتقي لضيارا شكرا للمشاهدة 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 وحفظنا وحفظنا شكرا للمشاهدة آمين 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة آمين 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 موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر من روح الكدوس ومن مريم العروس القاهرة فالناس قد له ونرتل لي أمه مريم من روح الكدوس ومن مريم ومن مريم العروس القاهرة فالناس قد له ونرتل لي أمه مريم ومع ذلك فالناس قد له ونرتل لي أمه مريم سلام لك يا مريم خلاص أبنا يا أدام سلام لك يا مريم أم الملكة سلام لك يا مريم تاهل الحوى سلام لك يا مريم فالناس قد له ونرتل لي أمه مريم سلام لك يا 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 مريم السلام لك يا مريم كراثة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم قرامة سمويل السلام لك يا مريم والدة السلام لك يا مريم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام لك يا مريم والدة الإله السلام لك يا مريم أمي يسوع المسيح السلام لك يا مريم لحمة ملحة حسنة السلام لك يا مريم يا مريم أمي يسوع المسيح 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 مرتفع أنت بالحقيق أكثر من عاصر أمي يسوع المسيح أمي يسوع المسيح أمي يسوع المسيح Yes, the word himself, through our prayers and intercessions, O Lord, open unto us the gates of the church. Oh, my God, the word himself, O Lord, open unto us the gates of the church 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 of the church. You are called a virgin Mary, the holy flower of incense. O Lord, open unto us the gates of the church 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 of the موسيقى 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 through the truthful Holy Spirit ill to the created one whose creator is in her womb by his hand she was made and of her he was born one開発 the poor of all and the white dresser paid the labors but no wage did I receive winter and summer at that I did not attain salvation The time of reeping has come I am still bound by temptation يا رجأ من خبرة جاء أمي وارش واطرة عفو ابني كانت رجأ لا يحفظني من اليسرة تأخرتي في المدقر فقبت مني التجرة جيتو في الحد العشرة قيل عبد الحقرة I desire you on judgment day To heal my wounds with your power The time of departure is nigh In that bitter hour Help me, I am in bondage Virgin, I belong to your goodness Ground me with victory Grant me to mark those wages مع كافة المسيحين أجماعي أكونوا بسلام وبشافعة الطالب يا شفيع في الأنام تفسير اسمك في أخوة كل المؤمنين القل يا خلوم يا إله العبرى مريم أعن أكماعي 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 أشياء أم يذهب اشتركوا في القناة 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 المصدوبين إلينا ولا تتخلنا في الجرب ولكن نجونا من الشريع بالمسيح صعبا لإننا لكم ممكن كن الحمد خرستوس إيسوس بان شوائس كيف ألا سمون تكيرك لانا ته كنو بيون سوكيري رسخنا سوى متفافه وآمين إيغنى بواس كتب نغماتي سو أيها السادة ربي أسوى مسيح ابن الله وحيد إغامة الله الذي قطع كل ربطات خطيانة الذي نفخه في وجه تلميز الكدسين وسطها المقاربين قائنا نقبل الروح الكدس من غفرتهم خطيان غفرت من مساكتهم عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنود كل زمان أن يغفروا الخطيان على الأرض يبطوا وحلوا كل ربطات الزلم نسألتم الصباحة يا محبب بشر عن أبي وإخوتي وضعفي نحن من حين برؤسنا مجدك المقدس اردقنا رحمتك وقطع كل ربطات خطيانة إن كنا يا ربك أخطأنا إليك بشيء بين مبارعين وكزن القلب بالفكر أو بالفعل أو بصغر القلب فأنت العارف بضعف البشر كصالح ومحب البشر أمامنا وغفران خطيانة باركنا طهبنا حالنا وحالي سائر شعبك قولنا يا ربطاتك مقدس الصالحة لأنك أنت وإنه مجد الكرام والعز والسكوت تأليك بك عبيك الصالح وروح الكدس رب محسك الآن وكل آمان ضهد وكل آمين امين كريالا يسان كريالا يسان كريالا يسان كريالا يسان أمين الليلو يازق سابت ريكي ايوك نرماتي كنكاين كاستاسيون أستاني والن آمين تنوش جواك مغم بجيوب الشايسي سبخ ريستا ازمان موئي مفیار وماري بك نعين انتكيريني وعين سوكتن بك لاو صدي امان وان اينا كريالا يسان كريالا يسان كريالا يسان امين اسمايرا اسمايرا سيميتان يقوني وغم باسمه امين باخر استوز بن نوتي امين اسشوبي يا ملك السلام عطينا سلامك قرر لنا سلامك واخف لنا ختيانا لانا لك الكوة المال امين اللهم اجعلنا مصطح فيه انكو بشكر يا بانا لازم امين 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 شخص راكتنا باخش مغم بساماكا زارك اللا ارض خبزان الكفافة نعطينا اليوم اغفرن ازنوبنا كمانا فر نحن نحن هيد المزدفين علينا ولا تدخنها في تجربة لك نجيرنا المشري بلمسيح صغر بلها ان لك المكر كومن وقتك بتامين امين ان محبت الله الابناء الرحيت شاركة عطيت معهبة الروحة القدس فالتقم مع جميعا بركة كبيرة النهاردة وجودنا كده في النهضة وبركة وجود ابونا الحبيب ابونا الفابلي معنا قبل ما ناخد الفقرات اللي جاية اسمعوني كده لحظة وركزوا معايا كويس قوي عشان تنبيه ده انا هقوله رابع مرة النهاردة تنبيه الكريروم يا جماعة ما ينفعش دوشة في الكنيسة ما ينفعش الامام اطفال يسروا ان هما يعودوا في الكنيسة الامام اطفال بيعملوا دوشة ما ينفعش يسروا ان هما بيعودوا في الكنيسة لو سمحت في كريرومها فادية خالص وكريروم هنا فادية ما فيش اي عذر ان انا اقعد بابني او بنتي صغيرة في الكنيسة تعمل دوش اللي اولادهم بيعملوا دوشة وصغيرين يروحوا الكريروم هنا هو فضي خالص اهي وهنا وفيه كمان القاعة مجهزينها صوت وصور يعني مش هادرين هنا او هنا يعودوا في القاعة لكن ما ينفعش نعود في الكنيسة كده نعمل دفش مفيش عزر يعني اي حتة فيها نظام بنروح بنرتزم بالنظام ايش معنا الكنيسة يما نيجي نكسر كل المقنظمة والناس طب تعاني واحنا نعاني وكل يبقى عجبت دايق ليه ما احنا نجهزين اماكن مكيفة بتليفزيون بصوت وصورة كل حاجة جهز فنروح البساطة وروح الاتطاعة اللي هي مسيحية بتعلمها لنا كده نلتزم بالنظام نلتزم بالنظام ومسيحيتنا مسيحية يعني الناس نازم تشوف فينا الحاجات دي نازم نازم تشوف فينا الحاجات دي من غير ما ابونا ينبه مش اسيب بنتي تزعج الناس كلها حواليه وانا بقعد نبسوت وقول معلاش مش كلام مش صح اه النهار ده مش عارف القرار الجهز السيز ميشيل ولا اقول شوية تنبيهات السيز ميشيل مش مركز معي اقول انا شوية تنبيهات الكران جاهز طيب هقول تنبيهات شكله مش جاهز اه ان شاء الله ابوكرا النهضة بالليل من الساعة ستة ونص وهيكون معانا ابونا الشرابين اه يوم الحد الاوداس من سبعة ونص لحداشر ونص وبالليل هيكون معانا ابونا سرابيا المخايل فاوداس الحد هيكون معانا ابونا بطر والصادق اه يوم الا 맞는 lynح المخايل مش هيبقى فيه اوداس لكن بالليل هيبقى معانا ابونا اليها اسكندر من اتلانتا في النهضة ويوم الثلاث الاداس هيبقى من ثمانية لعشرة وبالليل هيكون معانا ابونا اليها اسكندر ويوم الاربع كل سنة طيبين عيد العدرة. اه وهيبقى الاربع من الساعة تمانية العشرة. ما فيش اي حاجة بالليل. انا بخلص كده الاربع لك مش هنفتر. اهه? علشان ما حدش يفتر. هو الفطر هيبقى الخميس لان الاربع الصيام طبيعي. اوكي. اه تنبيه برضو بخصوص الفان اه يعني جيت الكنيسة النهار ده لقيت ولاد صغيرين كده ومنتشرين في كل حتة برا الكنيسة وجوه الكنيسة الله اعلم. بس قالهم جيتوا منين قالولي جينا في الفان. رغم ان انا بهتب لكده ان الولاد الصغيرين قلت لهم اهليكم معاكم. قالولي لأ. اه مش عارف انا جاي مع اختي وجاي مع مش عارف ايه. الولاد صغيرين اللي هم الاليمنتري ماقدرين ينفعش ركاب الفان من غير اهليهم. دي مسئولية كبيرة جدا. ما ينفعش ركاب الفان من غير اهليهم. لو حصل حاجة لا سمح الله لحد عاي من العيال. دي مسئولية الاب والام. مسئولية الاب والام والفوليس هيجي والسوشل سيروز هيجي ويعملو لكم مشكلة. فنلتزم بالنظام. وطبعا انا عايز اقول لكم الكلام ده مش بس في الكنيسة. ما ينفعش في البيت عندنا نسيب عياننا كده في الشارع ومشجريانين بيهم. يعني انا براه كتير ازور اه في اطار تمس كتير. الاقي الولاد كلهم انتشارين في الشارع. وحد الجريان ده اي حاجة. وعملين يجروا لك بعجلة والعراجات رايحة جاية. مسئولية مين دي يا جماعة لو حصلوهم اي حاجة. مسئوليتنا احنا. فولادنا نحافظ عليهم نحطوهم في عينينا. ما ينفعش كده نسيبهم ونقول يعني ربنا هيسر ربنا هيسر ربنا عامل الدور اللي عليه. لكن ما ينفعش اسيبهم كده هو. ربنا يحافظ على الجميع في رب تابل الحاجات دي كلها. وامريكا هنا في النوقت دي ما عندهاش تفاهم. يعني لو بوليس جيه وشاف عيان في الشارع. هيروح يسأل على طول دول عيان مين? وهيجازب بتاع دي لقصاد وانا مفيش حد كبير معاه. ما يبقاش عائل صغير كده في الشارع وماشي. ربنا معكم يحافظ عليكم. انا اسف ان انا يعني يعني بقولي الحاجات دي. لكن انا خايف عليكم. يا خايف عليكم خايف. انا في قصادة مواقف كتيرة بتحصل. يعني احنا من 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 اهليهم بتحصل كتير وبتبقى في حاجات ابسط من كده. ده اللي فيه منهم بيبقى عند البيبي سيتر ولا حاجة ويجرى له حاجة كده. يجوا يجوا يعمل لهم مشكلة. يعمل لهم مشكلة. فالحاجات دي بتحصل يا جماعة. وفي حاجات ابسط من كده. يقول يعني. فخلوا بالك. في احتفالنا بالست العضرة. برضو انا عايز اتوجه بدعوة لسيدة المسيح. عايز اقول له يا ريت يا رب تيجي. يا ريت يا رب تيجي قابلني اي ساعة. وقت ما كون لوحدي او كنت مع جماعة. وشيل مني الاساوة وعلمني الوداعة. يا ريت يا رب تيجي. موجود في كل حمسة. موجود في كل لمحة. موجود في كل لمسة. في ظهرة ولون وامحة. في قلوب عرفاك ما تنسى. وفي كلمة تقول مسامحة. يا ريت يا رب تيجي. موجود في في مكاني. في الدنيا. في الوجود. في قوني في كياني. في العالم لك وجود. في عالم كله فاني. يا حياة. ملهاش عدود. يا ريت يا رب تيجي. موجود في الكون دا لكن. القاك ازاي في قلبي. حقيقي في قلبي ساكن. وبتملك كل حبي. وبتغفر كل زنبي. املى في الاماكن. واملك على كل ضربي. يا ريت يا رب تيجي. تعالى قابلني مرة. دا قلبي حياته مرة. مليان بالشر لكن. تقدر تملاها. مصرة. حتروح مني الخطيئة. لو بس تجيني مرة. يا ريت يا رب تيجي. يا رب يا احلى عشرة. انا هاذب للخطايا. وصتني وصايا عشرة. وانسيت كل الوصايا. الدنيا في عيني كشرة. وانت املي ورجايا. يا ريت يا رب تيجي. يا ريت نحمل صليبك. وتعلم من اياتك. وكون دايما رفيقك. بحب يكون لذاتك. يا رب انا عبدك انت. حذرني بمعجزاتك. يا ريت يا رب تيجي. يا ريت يا رب تيجي. وكون عامل حسابي. ويبقى قلبي تايب. وتقبلني بجوابي. وملكوتك يكون لي بابي. ساعة ايابي. يا ريت يا رب. احلى يسعدنا الارضة ان اطفال اه الان باب شوي. هيقدمون لها فاقدة التذنيم. فيتفضلوا. حسابي. يا رابي. يا رب تيجي. يا رب تبع تبع تبعبي. يا رب ترجم اليود. اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتاعت اشتركوا في القناة 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 هنتعلم ازاي العدرة عاشت كل مرحلة من ديت في حياتها علشان احنا نعرف نقلدها ونتمثل بايمانها فيكون النتيجة بتاعتنا زي النتيجة اللي هي وصلت لها الصعود المجيد للمسيح المسيح الامل ده الفترة اللي هي عاشتها سنتين لاثنشر سنة جوه الهيكل يعني ايه المسيح الامل المسيح كان رجاء البشرية كلها صح كل البشرية منتظرة المخلص اللي حييجي ينفذ وعده بايه بان نسل المرأة يصحك رأس الحي تفتكروا حتى الامم كانوا مستنين مخلص على فكرة مش اليهود بس يعني ميحدش يفتكر ان اليهود بس هم اللي كانوا منتظرين المسيح الامم كمان كانوا رجاءهم في المسيح عارفين ازاي هم عبدوا اصنام ومشوا في الشعور كتير جدا في العالم والعلم كله واقف في الشر درجة ان حتى الفلسفة بتوحهم كانوا دايما يدوروا على الاله المجهول ونشوفها في اسفر اعمال الرسل لما بولس الرسول راح لبلد اللي هي اسينة ودخلوا لقى عندهم مسبح مكتوب تحته الاله المجهول حتى الامم اللي ما يعرفوش الكتب كانوا قاعدين على رجاء ان في يوم الايام ييجي مخلص ينقذ البشرية من الشر واللي هم عوصلوا فيه العذرة كانت معاها في الهيكل الكتب المقدسة من عهد القديم التوراة تقرأ الانبياء وعمالة تعرف الوعود بتاعت ربنا وزاي ان واحد زي اشعية يقول له مكتوب كده ليتك تشك السماء وتنزل وبعدين تقرأ الايوب اللي كان عمال بيبحث عن رايحة بيصالح السماء بالارض وبعدين تشوف الانبياء هوش وكل الانبياء صغار وكل الانبياء عمين بيتكلموا على المخلص والاسد اللي طالع من بيت يهوزة اللي حييجي ويعيد الملك لدقود عمالة تقرأ ده كله تقرأ ده كله وعمالة تعمل ايه تربي جواها رجاء وامل في ان يوم الايام المخلص ده حييجي ويصالح البشرية كلها عارفين الهدف من الحتة اللي عايزة اقولها لكم وان احنا من نركز اهو في حتة العدرة طب يعني انا ابونا انت بتكلمنا ليه على رجاء العدرة اللي كانت ايام الهيكل اللي انا عايزة اوصل له النهاردة واحنا كلنا اوصل له تخيلوا احنا واحد من انا منكم والخطية ملياني وماشي بعيد عن ربنا واكتر حاجة الشطان بيعملها انه يوصلك لليأس فانا دلوقتي عايز اقلد العدرة واقول العدرة ديت كتقعدة في زمن العهد القديم زمن الخطيئة زمن الموت واعدة مستنية الخلاص وانا انسان خاطئ قاعد دلوقتي في خطيئتي اللي لو استمرت فيها حوصل للموت وعايز اعمل ايه عايز اعمل زي العدرة عايز اا اوصل للخلاص واوصل للصعود زي ما هي ايه وصلت فاول حاجة واول درس العدرة تدهننا هو ان احنا يكون عندنا رجاء طب الرجاء ده هي جبيته منين عرفته منين من الكتب من وعود ربنا فاول درس ان احنا يكون لنا علاقة بكلمة ربنا اللي بتدي الرجاء فيه سؤال مهم بقى نسأله للست العدرة طب لها انتي كنت قاعدة على الرجاء ومستنية المخلص وعرفة ان الوعد ان نسل المرأة يصحك رأس الحية وانتي المفروض هتبقى امرأة طب ليه ما انتش يعني ممكن المخلص ده ييجي منك فقالت اه ممكن بس انا ما استهلش الحتة دي مهمة اولا تنركز فيها احنا وصلنا ان هي ايه عندها رجاء ورجاء ده جبيته من كلمة ربنا وعرفة انه دازم ييجي من نسل المرأة وهي امرأة طب انتي يا عدرة ييجي منك المخلص احتمال انا ما استهلش انا هخش وايه الهيكة اللي تبتل بطلية لربنا لا استاهل اكون ام المخلص ولا استاهل اكون ام اللي ييجي منها المخلص وتبصوا من فوق من السماء وربنا قاعد فوق عمال بيبص على الارض من سبع توافل خمسمائة سنة من اول ادم وعمال بيدور مين اللي حقيقي ييجي منها لغاية لما يلاقي مين العدرة ويقولها انتي مش انتي اللي بتقولي انك انتي ما تستاهليش على الرغم ان كنتوا عارفين كان في العهد القديم الست العاكر ده كان عار في العهد القديم لان كان دايما الوعد ده كانوا دايما في بمخهم ودايما بيدوروا على ان العاكر دي حتى تشوفوا قصص الكدسين حنم وصمائيل وتخش قاعدة في الهيكل بتبكي علشان ربنا ايه كان قافل الرحم درجة ان حتى الرجالة الرجل اللي ما يموت ما يغير ما يكون له نسل كان اخوه ياخد مراته يتجاوزها ويخلي له نسل باسمه عشان كده حتى تلاقه في متة ولوقة التسلسل بتاع النسب ربنا مختلف ده بنسب الحقيقي وده النسب الشرعي فالمقضاء ده كان مهم جدا بالنسبة لاسرائيين بس العدرة قالت ايه انا ما استهلش والحتة دي اللي خلت ربنا اختارها هي دونا معانا كل البشر على مدار سبعة تلاف وخمسمائة سنة طيب الدرس اللي ناخده من ده ايه احنا كل ده عايزين نعمل ايه بنشوف العدرة بتعمل ايه واحنا عايزين نعمل زيها اول حاجة كان لها علاقة بالكتب وتقرأ كلمة ربنا والوعود والوصايا فكان يبقى عندها ايه رجاء فاحنا لازم يكون لنا علاقة بالكلمة طيب انا عارف الوصايا والكلمة محتاجة شرطة اساسي علشان الكلمة تيجي وتحل في احشاءها كانت ايه الاتضاع اتضاحها تلاحظوا في قصة الميلاد ربنا حوق نفسه بكم هائل من الاتضاع ييجي من العدرة اللي مش فيش حد مطادع زيها اللي يمهد له الطريق يحنا المعمدان اللي يعني كان في كمة الاتضاع وعظمة الاتضاع هو نفسه الميتولد يدولد في مزود حتى تلاقوا في مدار خدمة رب المجد على الارض مع المتضاعين كان يعني حتى مهما كانت خطيتهم كان دايما يططب ويسامح الا فئة واحدة كان متكبرين ينزل فيهم ويلات التكبر ده كان اكتر حاجة ربنا مايعرفش يشتغل معها الانسان المطادع عامل زي الطينة الطرية في ايد الخزاف يلفها في الدرج ده بيلف يحط صرابعه كده ويدغط عليها فتطيعه فتشكل ويطلع منها تحفة الانسان المتكبر تلاقوه طينة بس نشفة يجي يحط فيها سن ومصنر لحاجة عشان يحاول ليشكلها تتكسر عشان كده كان الشرط الاساسي والدرس اللي احنا نتعلمه من العدرة لو انا انسان خاطي وخطيئة مسكاني اول حاجة يكون عندي الرجاء ورجاء بكلمة ربنا علشان الكلمة دي يكون لها الفعل جواي وتعرف تحل جوه احشاء قلبي لازم اعمل ايه اطدع زي ما العدرة اتطعت المرحلة التانية هنقولنا مرحلة المسيح الرجائي المرحلة التانية كانت المسيح المتجسد العدرة بعد ما تبعت من الهيكل بالبشارة وراحت عند بيت يوسف وكده جالها البشارة وربنا نظر اللي اتضحها الكلمة المسيح ده بقى متجسد في احشاءها من جوه وبعد ما تجسد اتولد وبقى في حجرها ويرضع من لبانها ويتربط وسطيها ومعاها وعدل عاش معاها فترة لغاية لما بدأ الرحلة الفداء بتاعته الفترة دي اللي هي فترة التجسد اللي هي قبل فترة الفداء يعني اعزت نفسها لفترتين من بعض الحاجة اللي متعلمها من العدرة كلمة اللي قالتها للملاك للفترة دي انا برضو انسان خاطي رجائي بالكلمة تضعت خدت الكلمة فالكلمة هتخش فيها تعمل بقى الفقل التاحة ربنا هيبدأ ينقي قلبي وينقي فكري ويحاول يبدأ يشكلني من جديد ايه الدور اللي علي ايه اللي انا هعمله مع كلمة ربنا في حياتي العدرة قالت للملاك اللي بعد بقى لها البشارة وان خلاص حيتجسد قالت له كلمة الجميلة قوي اللي يكن ليه كقولك وده نتعلم منه ان احنا في المرحلة التانية من حياتنا مع المسيح لما نقبل الكلمة بالتضاع انك لما تقبل الكلمة ادي حياتك وسلمها ربنا كاملة حياة التسليم الكاملة احنا كتير قوي يبالينا لجعفة ربنا والكلمة معروفة والوعود معروفة ونتطابع لان احنا فعلا يعني حاسين ان احنا منستهلش لكن لما الكلمة تخش قلبنا بنبص لمناظر حاجات كتير قوي بقى ديجي مثلا كنا بدأت تشتغل فيها فانا عايزة اصلي او ابص عايزة اعترف لا انا منظري قدام ابونا معرفش هيتغير في البيت لما يستغربوني لما بدأ افتح الانجيل وصلي هيقول علي بقى كديس ويقول علي ده ايده متنوع وحاجات مندي كتير انا الكاش ده حاول ايه يعضي يصد الكلمة ويصد زيارة النعمة اللي بتيبي جواها حتى تيجي من راحة ثانية كلام الناس حتى بالمديح اقعد افكر فيه وألاقي نفسي ان انا يعني مش قادل اعيش الحياة اللي ربنا بيتعاني بيها علشان خاطر المنظر بتاعي انا انا خايف عليه اه تلاقوا في النحية التانية ان العدلة ما بستش الحالة دي خالص كلمة ربنا لما جات لها وتجسدت ما فكرتش طب انا حطلع اقول ايه اليوسف الناس اللي حوالي دل حقولهم ايه الحملة ده جي ازاي وانا ديسا متجوستش ولا فكرت نهائي الرد بتاعها يبقى ايه قدام الناس لما جاه هيرودس بدأ يضطهب ما فكرتش الحل حيبقى ازاي ولا هتعمل ايه هي مسلمة حياتها كاملة لربنا احنا ساعات بندخل ربنا حياتنا وتبقى الوصية واضحة ولكن برضو مشيئتنا تعارض مشيئت ربنا عندنا مشكلة جدا في صلاتنا وطلباتنا ربنا ان احنا دايما نقول له كل الطلبات وفي الاخر نقول له ايه لتكن مشيئتك بس من جوانا مهياش مش دي الرغبة بتاعتنا عارفين عاملة زي كلمة بتاكم مشيئتك دي بقت عاملة زي الختم عارفين في مصر ما كان واحد يقدم طلب يقولك حط عليه صبعين دمغة وختم النصر عشان يمشي مهما كان الطلب احنا انا اتخيلت دلوقتي ان احنا بقت كلمة بتاكم مشيئتك ده ختم عشان الكلمة ايه الطلب يمشي في السيستم بتاع ربنا لكن من جوانا من جوانا يعني انا عايزها مشيئتي انا مش هتعرف لو عايز فعلا تخلي الكلمة تعمل عملها جواك لازم تقريش حياة تسليم كاملة لربنا زي ما العدرة عملت اااا يبقى شفنا الغد الوقتي العدرة كان لها الرجاء والرجاء ده جيه على بناءا على الكلمة اللي هي كانت قريبة منها في الهيكل وكان لها الاقتضاع اللي خلى الكلمة دي تقدر تتنزل وتتجسد في احشاءها وكان لها حياة التسليم الكاملة اللي خلت الكلمة دي تقضها في حياتها على الارض واحنا الغد الوقتي عايزين نوصل نبقى مع العدرة في نفس المشوار ده لو وصلنا مع العدرة الغد هنا واخدنا الكلمة وحياة تسليم كاملة لربنا هيقدر يوصل بينا للمرحلة التالتة وهي يكون لنا المسيح الفادي ان هو يكون لنا المسيح الفادي عارفين دي العدرة نفذتها امتى والنفذها ازاي العدرة جت بعد التلاتين سنة والمسيح معاها وبدأ يبدأ خدمته كانت هي معايا على فكرة مع المريمات دايما تشوفه من بعيد كانت دايما تشوف الايهانات دايما تشوف التريقة دايما تشوف محاولات الاتل الماريتين اللي عملوها كان ماريتين يحاول يزوق المسيح من فوق الهيكل وهو كان يهرب منها كان بتشوف ده كله بس ده ما كانش يسوع حاجة جنب اللي شافته اخر اسبوع من اول الابض عليه من اول المحاكمة والصليب نفسه والغاية لما هي قالت الاية الجبيلة اللي كنا عارفينها اما العالم فيفرح عنده قبول الخلاص واما احشائي فتلتهب عنده نظري الى صلبوتك الذي انت صابع عليه ابن الهي النقطة دي انا اتعلم منها ايه ازاي يكون المسيح فادي ليه احنا زي ما قلنا فكركم بي انا اعيدها عليكم كتير عشان نحفظها انا انسان خاطئ وجالي عندي الرجاء بكلمة ربنا كلمة ربنا عشان اخذها جوايا وتعمل يكون عندي الاتضاع ولما عشان بعمل الاتضاع يخش جوايا يكون عندي حالة التسليم اللي تخليها تشتغل معايا وتبدأ تنقي من قلبي وفكري بس عشان اوصل للمرحلة الاساسية وهي ان المسيح يكون فادي ليه فادية اني اكون اقدر اشترك مع المسيح في الامه زي ما العدرة اشتركت في الام المسيح وهي حتى وقفة جنبه كان يجوز في قلبها سيف طب يعني اشترك في الام مع المسيح الالام اللي نشترك فيها مع المسيح اه اه ويكون العالم ماشي كله ناحية الشمال وانا حمشي ناحية اليمين ضده اه 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 انه اه اه اسامح واحد اه ظلمني � eh واه واهنى لكا انا اسامحهم دي الام دي كلها دي الام انا بتiğ FM اه لو انا فعلاً عايز يكون ربيه ربنا يكون فادي ليه زي ما العدرة اه عاشتالالام دي مع المسيح انا لازم اقدر يعيش الالام دي مع المسيح قبل ما اخرش على الحتة دي انا انسيته اقليكو حاجة حكاية المسيح فادية ديت عايزة لكم قصة زيارة كان قنبى موسى حكاها ودي اكش انتو كلكم عارفينها بس حابب بس ان انا انأكدها في الكلام كان مرة القنبى موسى في دير البراموس وهو لسه راهب وجاء له رحلة من زباط الجيش المسلمين في المنطقة بعد الحدود معرفش كان فيه وحدة كده جنبهم فأتلعب منهم شوية زباط وعساكر جايين يزوروا الدير يشوفوا لقديرت المسيحيين دي شكلها ايه وهو كان مسؤول ان هو يزورهم ويوفر بيهم فبعد ما خلصوا الزيارة فيه اتنين زباط قالولو ممكن نسألك سؤال فاللو متفضلوا كان بيت الجروب تلع فاللو يعني ايه يعني ايه الفادي يعني حنسمع قدام انتو المسيح الفادي 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 فاللوهم انتو تعرفوا ادم قالولو اه طبعا تعرفوا ادم اخطأ قالولو طبعا ودي عندهم برضو في الكرآن في المسلمين طيب خطية ادم دي كتنوجهها المين قالولو لله والله ده غير محدود ولا محدود غير محدود تبقى الخطية دي تبقى ايه غير محدود وفدت ماشي في التساسل اللي انتو حافظينه يعني اه والغاية ما وصل معاهم قالوهم طيب علشان ينكفر على الخطية دي والتمن بتاعه هيدفع ينفع انسان عادي محدود يدفع تمن الخطية غير المحدود قال لا طيب يا بعزين بس محتاجين انسان لان اللي اخطأ انسان بس محتاجينه جير محدود ومحتاجينه اه يكون بلا خطية ومحتاجينه ان يكون خالق عشان يقدر يخلق خلقه جديد لا ملاك ولا نبي ولا اي انسان يقدر يعمل الحكاية دي ففيش غير ربنا هم سمعوا الكلام دي حتى الكلام ابو موسى هم بادوا بقى يعني ايه كان كل الاجابات طالعا منهم هم قالوا انت عقدتك وعقدتنا ويعني هم يعني ايه طيب اخو الكلام ودواتنا ماشيوا ربنا كان فعلا هو الحل الوحيد انه يتم ببيل فداء ربنا على الصليب وعلشان كده العذرة استحملت لان هي كانت قرية وعارفة اللي بيحصل وقدرت ان هي تشترك مع ربنا في الالام فالدعوة لنا النهاردة ان احنا لو انت خدت ربنا رجائك وخدت الكلمة المتجسدة بالتضاع وديت حياتك للتسليم كمل المشوار واستحمل الالام اللي ربنا بيسمحها لك بيها دي كلها علشان تقدر تتمم الفداء مع ربنا استحمل الالام ما كانش مجرد العزلات اللي ربنا اخدها كان الالام فيها ايه تاني كان فيها صليب والصليب دوت احنا محتاجين نشترك فيه بان احنا نقدر نصلب الشهوات بتاعتنا كدس يعقوب الرسول بيقول من اين الحروب والخصومات بينكم اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضائكم لازم نعرف نصلب الشهوات بتاعتنا على صليب المحبة صليب الحب المسيح عشان نقدر نقدر نستمتع بفداء المسيح ولازم مش بس نستحمل الالام ونصلب الشهوات لكن لازم كمان نموت نموت عن محبة العالم انا كان يعني هستغل الفرصة وهقول حاجة يمكن تزعلكم مني بس الفترة الاخيرة محبة العالم بدأت تضغي على اولاد الكنيسة محبة العالم بدأت ومحبة المال بالذات يعني انا الفترة اللي فاتها اكيد كلكم سمعتوا بان ازاي ان احنا بنقبل عشان خاطر المال نكسر وصايا ربنا عشان خاطر وظيفة ممكن نقذي انسان عشان خاطر مجد وذات بيوت بتتخرب جو البيت عشان مش عارفين نقدر نموت عن محبة الزات ولا محبة المال يعني رجل ويتخاني مع مرات وتفتكره اين المشكلة هي الزات كلمتي مش كلمتي كبريائي كرمتي كلها الزات مش عارف اموت نفسي عن محبة ذاتي فكت النتيجة خسار محبة مال مش عارف اموتها دوه قلبي فممكن اكثر القانون وبيه حاجات غلط وكل الحكاية ازم ايه فلوس كل ديك لازم علشان تقدر تاخد المسيح بفادي لازم تقدر تموت وتموت عن العالم وتموت محبة العالم ومحبة الزات ومحبة المال جواك ده الدرس اللي بنتعلمه من العدرة ان هي جاز في قلبها صيف واشتركت مع علام المسيح عشان كده كان المسيح بالنسبة لها فادي احنا لو عيشنا حالتنا على الارض باسمنا مسيحيين بس معرفناش نصله بالشهوات ومعرفناش نموت عن محبة العالم المسيح فادي بالنسبة لنا ازاي يعني اللي عمله ربنا فادنا فادني انا ازاي لو انا معرفتش انفذ وصايا ربنا معرفتش اثبت في كلام ومعرفتش اموت محبة العالم يبقى انا المسيح اللي عمله ده افابني انا ازاي ما فابنيش بحر يبقى المسيح ما كانش فادية كان فادي ناس تانية كان فادي الناس الطيبة واللي امنوا بيه واللي عاشوا حياته وعاشوا وصايا لو عرفنا نقوم من الخطيئة بالرداء وكلمة ربنا بالاعتضاء استقبلناها وبالحياة التسليم سبناها تشتغل فينا اللي قد ما وصلتنا ان احنا نقدر نشارك رب المد في الامه بان احنا نقدر نسامح الناس اللي بتسيقلينا بان احنا نقدر نموت محبة العالم جوانا ونموت عنها نقدر نوصل للمرحلة الرابعة بان المسيح مش بس المسيح الرجاء ولا المتجسد ولا الفادي بس المسيح استاكن فيا استاكن فيا ربنا في انجيل يحنة بيقول على الثاني يحنة الحبيب انا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر لينكس معكم الى الابد روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه اما انتم فتعرفونه لانه ماكس معكم ويكون فيكم كان مرة اردت لحد او اسمعت في كلمة لحد ايام توفيق الحكيم اه عفين توفيق الحكيم الكاتب المشهور كان في مرة كتب مقالة في جريدة من الجرائط في مصر وكان المقالة دي عنوانها حديث مع الله كان كتب كده مقالة وكتب عامتها حديث مع الله الدنيا امت ما قاعدتش ثورة طبعا من المسلمين ليه قال له انت مين عشان انت الانسان بشر تقف وتقول ان انا بتكلم معه مع الله وفضله وراه لغاية لما غير المقالة وغير العنوان من حديث مع الله الى حديث الى الله غير معه الى واحد لما بيفكر في دي هم بالنسبة لهم ربنا ده فحاجة كده بعيدة خالص واحنا يعني يا دوبك بس نمشي جنب الحيط ناخد بس رضا ما عندهمش المطعة ومش عالفين ازاي يتخيلوا ان المسيح يسكن فينا وان المسيح ده يبقى متحد بنا دي بركة يعني عايز اقول لكم يعني ما بعدها بركة يعني انا مش عايفة اوصائيكم ازاي عايفين في مرة واحد من الناس برضو الخدام حبي يوصل للولايات بتوعه عظمة ربنا ديت واحنا بالمقارنة لربنا ده احنا شكلنا ايه فقابلهم صور للكون عايفين الكون المجرات وحاجات بقى زي اللي تشوفها في السمع دي صور كبيرة جدا لانهم حاجات راح يتوف فيها وبعدين قال لهم دي في ملايين من المجرات دي وبعد كده جاب لهم صورة تانية مجرات صغيرة كده ودي اسمها ايه ضرب اللبانة دي اللي هي بتاعتنا اللي هي فيها ايه الشمس بتاعتنا والكواكب بتاعتنا وبعدين شاب لهم كل حاجة وجاب لهم ايه المجرات بتاعتنا وبعد كده شاب لهم ايه الشمس بالكواكب اللي حواليها وقال لهم شايفين الشمس دي اللي بتطلع كل يوم الصبح دي قد الارض 200 و30 مرة الارض اللي احنا عليها دي الشمس اللي احنا بنشوفها دي قدها امتين وتراتين مرة والشمس دي شمس في مجرة من ملايين المجرات هو عمال بيجيب لهم من الكبير بحاول ايه ينزل اللي الاصغر وعالين جاب لهم صورة للارض وشايفين الارض اللي هي كوكب حوالين الشمس الشمس وبالتسلسل ده الارض دي فيها فيها قارات والكل قارة فيها دول وافريقيا دي اللي احنا فيها ولا امريك فيها دول وفيها شمال وجنوب بعد كده جوا افريقيا فيها مصر ويبضل يقعد ايه ينزل 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 اللي قاتل له في مصر فيه محافظات والمحافظات دي فيها بلاد والبلاد فيها احياء والاحياء دي فيها شوارع والشوارع دي فيها بيوت والعمار وفيه اللي قاتل ما وصل للمكان اللي احنا فيه شايفين النقطة اللي احنا وقفين فيها الوقت هنا الوقت الكنيسة هنا بالنسبة للمجرات المجرات دي كلها دي نقطة في محيط يمكن نقطة تبا كبيرة كل ده عشان يوصل لهم ربنا خالق كل الكون ده جوانا احنا ساكن فينا تخيل العظمة دي العظمة ان ربنا يسكن فينا ان احنا نقف قدامه ونقول له رب يسمعنا وتكلم معنا ربنا قال احنا حتى في الداس الغرغوري ما يجي ابونا يقول شعبك وكنيستك يطلبون اليك بك ومعك يعني مش بس بنتكلم ليك احنا نتكلم ربنا لكن احنا معنا ميزة اكتر ان السكنة ربنا جوانا بناخد ربنا بالروح الكدس بناخده في سر التناول ويبقى معنا لسنة زي لسن بولس الرسول يقول ايه لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا والحطة دي كان برضو عشان نقربها كان الكدريس اسانيسوس ليه تأمد عارفين الاشاية الشاية دي ممكن بعود كبريت تولع وخلاص تدفنى الشاية في مادة كان زمان بيشتخدموها كتير او ديوقتي منعوها عشان ادراها الصحية مادة اسمعنا الاسباستوس اسباستوس ديك حط الاشاية جواها وحاول تولع فيها نار الاشاية مجرلاش حاجة اقول لهم احنا عاملين زي الاشاية دي بايد عن ربنا اي نار من العالم تجارب تحرقنا خلي ربنا البس المسيح زي بولوس الرسول قال البسوا المسيح هتلاقي عامل زي الاسباستوس دي مادة تحميك النار تبقى حواليك بس ايه ما تأثرش فيك ففيه واحد اكشل يسمع الكلمة ديك وكان قال لابونا انا قلتها للناس اللي هو دا عندي بطريقة اسهل شوية الموضوع الاسباستوس دا كبير قوي يعني محدش يعرف ايه الاسباستوس دا فانا قلت لهم تخيلوا عود كبريت عود كبريت لوحد ممكن يتكسر انا هجيب عود الكبريت دا وحلزقه في مصمار حديد نقدر نكسر عود الكبريت نتكسرش انه ملزول صح طب دا لو انتو قالونا لو حد قالوكم انتو زي عود الكبريت والمسيح او المصمار وانتو يعني ايه اللزقتوا في المصمار كده ايه رأيكم في التشبيه دا حل طب تحب تكونوا ملزوئين في المصمار ولا جو المصمار يعني هو اكشل عود الكبريت لو هو في المصمار ممكن فعلا ما يتكسرش لكن لو بشاكوش ممكن تدهسه صح فممكن بلده يتقذي حتى لو ايه جمعه لكن لو جو المصمار والخطة تيجي على المصمار عود الكبريت من جواه احنا ربنا ادانا البركة والنعمة ان احنا نكون لابسينه وهو فينا واحنا فيه وربنا قال من يأكل جسد ما اكل حقه وداني مشرب حق من يأكل جسد يوشه الدمي يزبط فيه وانا فيه انتو متخيلين عظمة البركة والنعمة دي شكلها ايه العظمة ادى احنا فيه ناس كتير وصراحة سامحوني بنيجي لقداس من يتناول كما لقوم من عادة ينطبئ علينا كلمة بولوس الرسول اللي قالها الاهل كرونسوس انتو بتتقدمه لمائلة الرب غير مميزين الجسد الرب والدم ومن الاكل العادي يعني وصل لاهل كرونسوس انهما بيتعاملوا مع الخبز والجسد والدم اكنه اكله شرب عادي ويقول لهم ده من يقياه والجسد ربنا بغير استحقاك يأخذ دينونا علشان دي مش رمز لكن ده حقيقة فدي البركة البركة المرحلة الرابعة اللي اللي بناخدها لو فعلا عشنا بالرجاء في المسيح اللي احنا واخدينه من كلمة ربنا رجاءنا ده ثابت بوؤود ربنا مهما كانت الخطية تعباني ربنا قال البر يسكت في اليوم صالح عارض ويقوم قوم قوم وقدم توب ليه غفران ليه غفران من اعترفتم بخطياتكم فهو امين وعادل حتى يخفر لكم ويتخفر لكم وكل خطي كل الشيطان دايما هدفه اليأس مش هدفه الخطي الشيطان ما يفقش معاه ايه نوع الخطيئة اللي تقع فيها هو يهمه انك انت يوصلك لليأس فاحنا اول درس بناخد من عدرة ان احنا يكون لنا رجاء والرجاء ده بكلمة ربنا وامرنا ما هيكون لنا رجاء لو انا مليش علاقة بكلمة ربنا وصلت كلمة ربنا عشان استقبلها لازم يكون عندي ربنا ولما اطدع واخد المسيح يكون ليا حياة التسليم الكاملة اللي بيها يقدر يشكلني ويشغلني ويوظف كل امكانياتي عشان اقدر اوصل للمرحلة الفادي ان ربنا يكون ليا فادي بان انا اصل بالشهدات واموت عن العالم واللوصل للمرحلة الاخيرة ان هو يسكن فيي وانا في سكنة ربنا جوانا هو سر نصرتنا احنا دايما في الخطيئة بنتعامل بطريقة سلبية دايما حربنا ضد الخطيئة ان انا امنع نفسي اكبسك لساني امسك غضبي احاول امنع عناية كلها حادات كويسة بس ده طريقة سلبية احنا لو حولت صراعك ضد الخطيئة لصراع لكسب المسيح هتكسب لو حولت صراعك ضد الخطيئة ان يكون صراع ان المسيح يسكن فيا خلاص هو اللي حيحارب عنك فلازم يكون لنا التفكير الايجابي ده بان ناخد ربنا ونوصاله لمرحلة ان يسكن فيا طيب هو لما يسكن فيا بقى ايه اللي حناخده في الاخر المرحلة الاخيرة مرحلة الخامسة المسيح الابدي بمجده المسيح الابدي اللي العدرة شافته لما نيحت ولما جيو خدها وصعد بيها المجد السماوات ده اللي نقدر نشوفه مع رب المجد لو احنا فعلا اتعلمنا الدروس دي من العدرة الكنيسة بحكمة والترتيب من ربنا قدتنا سر التناول يعني ربنا نفسه قاس سر التناول بس الكنيسة اللي قدتبت لنا القدس وده اللي انا حابب اختم بيه ان انا لما كنتب اما لا اقرف وكنتب احضر الكلمة دي جيب بالي القدس وازاي ان المراحل اللي احنا اتكلمنا فيها المسيح الرجاء المسيح المتجسد المسيح الفادي المسيح الساكن فيها وكذا المسيح الابدي تخيلوا ان احنا نقدر نعيش الخمس مراحل دي كل يوم في القدس عارفين فكروا معي مثلا ايخدها من وراء ولا من قدام خليها من من وراء احسن القدس بيبدأ من عشية عشان اللي مش فاكر دي القدس يبدأ بالعشية الليلة القبلية انا قدخيل العشية ديت في الضلمة بالليل وريمان بالليل بتلمز للموت ويموت عن الخطيئة فالعشية ديت قدقت يعني يوم جديد بس من وراء اكنها كيسا بتعيشك الرجاء بتقول لك تعالى مهما كان يومك طويل وصعب وقعت وقعت في خطايا كتير تعالى في العشية دي اسمع كلمة ربنا وخلي عندك رجاء خلي عندك رجاء انك ايه ربنا يقدر يشتغل معاك ويفديك وتيجي في باكر في باكر والقراءات بتاعة رفع بعد رفع الحمل انا بتخلي دي برحلة التجسد كلمة ربنا استقبلتها بالتضع وايه وبدأت كلمة ربنا تحل تسكن في قلب وتبدأ تشتغل عارفين ليه حكاية العشية وباكر تبقى الرجاء لان العشية وباكر او اللي قبل الكاهي النممة بيلف الكنيسة بالشورية عارفين مفهود نعمل ايه في الدورة الدخور دي الدورة دي جات منين من العهد القديم لما شعب اسرائيل اخطأ ولربنا حل عليهم بالوباء قال لما حب يبقى يشفيهم قال لموسى قل لهارون خد دخور من على مسبح الدخور حطه في الشورية ويخلي هارون يلف في وسط الناس عشان ايه الوباء يتشار والوباء ده كم سبقى في خطيوتهم فكل مرة ابونا بينزل بالشورية في وسط الناس ده وقت توبة واعتراف عشان كده بقول لكم في العشية وباكرة تلاقيه دايما مرحلة الرجاء لان في الرجاء ده الواحد ايه بيبدأ يتوب يبدأ يبقى قلبه يقدم توبة واعتراف لربنا عشان يستعد لاستقبال الكلمة اللي حيسمحها في الكراءات بتاعت القدس بيجي بعد الكراءات فترة القدس من اول الصلح لغاية الاخر عبارة عن فترة ايه الفادي الفادي ويحكي لك القدس ده ربنا خلقنا وحطنا في الفردوس لكن احنا غلطنا ولما غلطنا مرداش ما سابناش بعطنا للانبياء واللما بعد الانبياء رجع في الاخر هو دكست بالعبرة وبعد كده اتصلب ومات وقام كل القصة الخلاص ادي المسيح الفادي وبعد ما نوصل مع المسيح الفادي ونقبله ونشترك معاه في الالام ييجي في التناول المسيح ايه الساكنفية وتلاقي دائما المسيح الساكن فيها مرتبطة بقى بالمرحلة الاخيرة للمسيح الابدي اللي هي ايه اللي احنا نعمله في الابدية احنا لما نطلع فيها ايه الوظيفة اللي هنعملها الوحيدة التسبيح عشان كده تلاقيه في التناول الشامسة بيعمله ايه بيسبح فتلاقيه الاداس عبارة عن هي نفس القصة نفس المرحلة اللي عاشتها العدرة مع المسيح على خمس مراحل هي نفس المرحلة اللي بيعيشها الانسان في حياته لو واحد واقع في الخطيئة يقدر يعيش نفس السلسلة دي ويتعلم من العدرة الدروس اللي عملتها عشان تقدر عشان نقدر نرجع تاني هتلاقيه ان الكنيسة بنعمل بروح الكدس ارشاده في الاداس نفسه في الاداس نفسه نفس الرحلة عشان نقدر نعيش نفس الحياة هاختملكم بكصة صغيرة انا هممكن حكيتها قبل كده في الانبا شوي ااا كان تعرفوا الانبا انطونيوس كان ليه تلميز كان اسم ابو نابولوس البسيط ابو نابولوس البسيط ده كان ليه كصة الواحدة بس يعني اختصارا كان راجل دخل رهبانه على كبر بس كان متضع جدا 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 وجاء على اخر ايام وربنا ندليه موهبة ان هو يقدر يبص على واحد ويقدر يشوف حالته ويعرف حالته الروحية ففمرة داخل اا الكنيسة في يوم حد وكعادته فهو داخل لقى شاب داخل فبص عليه لقى شكله اسود جدا 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 والشواطين عماله تلف حواليه وملاكه الحارس بعيد ماشي كده امتاتي راسه ومنظر وحش جدا وكل اللي جاه لابو نابولوس البسيط ان هو قاعد يبكي ويبكي بحرقة صعبان عليه ان ابن للمسيح ابن للمسيح مفوض ليه عنده البركات والنعمة الكبيرة دي ان يبقى يبعى ان هو ابن للمسيح ويبقى الحالة بالمنظر ده ففضل يبكي بكاء مر دركة ان الرحبان لحظه ومالك يا ابونا ما بيردش ونزل بكاء طب يا ابونا الاداس ما بيردش يا ابونا انت عمرك ما فوت الاداس ما بيردش فمم سابوه وداخل الاداس والاداس كمل وخلص والناس اتناولت والناس طلعة وابونا قاعد برة والدموع في عينه وهو الناس طلعة مين طلع مع الناس الشاب ابونا بص عليه تاني لا ايه الحال تغير وشه ابيض وممور وملاك الحارس جنبه وفرحان والشياطين ماشي من بعيد حزينة ابونا بولس اتنطت وتهلل ولمد لك يا رب المد لك انك تخلي يعني ولادك عندهم الكدرة انك انت بنعمتك يخش بالحالة دي ويطلعه بالحالة دي هو ده انا فاكر يعني حسيت ان هي دي نفس القصة على اللي احنا بنقول النهار الاداس 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 ده دخل برجاء سمع الكلمة لتضاع اتجسلت جوا عملت عميلها جوا قلبه ندمته اعترف بخطيته دخلت ناول كلها منتبر غسالة عشان الاداس ده عمزة الغسالة تخش تخط فيه هدمة وسخة تطلع حاجة مضيفة دركة كبيرة جدا ربنا باتدهلنا ونعمة كبيرة ان احنا ندعى اولاده النعمة الاجبر ان هو يسكن فينا النهاردة ستجنيني دعوة ان احنا نعمل حاجتين انا اطلب منكم حاجتين العدرة الرجاء جاه عن طريق ايه لازم تبقى الفكرينها دي هم حاجتين انا مش هطلعكم بغير لما تبقى الحاجتين تقول عارفين العدرة الرجاء جالها ازاي عندها ازاي عن طريق ايه الكلمة ايه تنسوا دي كلمة يعني دور فين كلمة ربنا في حياتك فين الكتاب المقدس متشال في درج ولا مفتوح كل يوم عبرة كلمة ربنا هي اللي كنسوا الرجاء وهي الكلمة اللي بتحرك القلب هي اللي بتحرك الالوبة المتحجرة الحاجة التانية انك انت الكلمة دي لما تجيبك عيش بيها وهسلم حياتك تسليم كامل ما تقولش انتكم مشيئتك يا رب وانا جوايا مشيئة تانية غيرها اه ارتبط بجسد ربنا ودمه كل اسرار الكنيسة الاساسية من معمودية وتبعوا اعتراف عشان توصلنا ان احنا نقدر نتناول لو مش بتتناول باستمرار اسمحني اقولك انت زي اللي قال عليه المسيح اه اه يعني انك لك المنظر انك حي ولكنك ميت التناول بانتظام علامة حياة وعدم التناول علامة موت ياريت ان احنا ناخد من العذرة اللي عاشت مع المسيح في المراحل دي كلها قدرت انها توصل في الاخر للمجد صدقوني ربنا بديم نفس الدعوة يقولك اعمل نفسه مش فردة خليك المتي موجودة وصادق تخديك رجاءة في حياتك سلم حياتك ليها ربنا اشترك معاه في الالام وموت عن العالم العالم كله صدقوني سنين ولا ايام وقالينا حنسدها وحنسافر للابدي ربنا يدينا ان احنا فعلا يكون لنا البركة والنعمة ان احنا نكون اولاد ربنا في حق وربنا يكون ساكن فينا ونشوف المجد الابدي بنعمة ربنا وشفاعة العذرة اللي احنا كل مجد وقرام ومن الان والابد امين شكرا لو تصدونا طولي على العزة الجميلة دي حقيقة الرجاء يعني اثمن حاجة الانسان محتاجة بان بدون رجاء كده الواحد ما جاهدش ويبقى كده عايش بلا هدف لكن الرجاء ان احنا هندخل السماء تتفرح الواحد وتخليه جاهد في حياته يبزل علشان اللي ربنا قعده لنا نقدر ان احنا نصل لي احنا قلت لكم تنبيهات مشان لكم مرة تاني بس في تنبيه بخصوص في معمودية يوم عيد العدرة اللي يعرف حد عايزي عمد يبلغني او يكلمني يكون في كنيسة ساعة ستة وربعة ستة وربعة الصبح اللي بس عيد العدرة هيبقى يوم الاربعة من تمانية العشرة اللي يعرف حد عايزي عمد يبلغني ويبضو ستة وربعة طيب هنختم وطبعا احنا هنقعد مكاننا وناخد لومة البركة ونطلعب النظام زي ما احنا متعودين انا حد مش عارف الجدول الجدول انا بعته بالايميل ومحطوط برة وانا وريد ينبه تعريفه مش هننبه على التاني لكن لما اسمعش ممكن يلاقي هتلاقي على الويب سايت ومحطوط برة وعا الايميل تعريفه 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة